هنكمل مع بعض درس السوليوشن وكنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الفاكتورز اللي هي بتأثر الفاكتورز اللي بتأثر على عملية السوليباليتي او عملية الزوابان وقلنا انه هما فور فاكتورز اتكلمنا عنهم بالتفصيل المرة اللي فاتت اللي هو السوليوشن سواء السوليوشن تاني فاكتور عندي هو التمبريتشر وبعدين عندي نمبر ثري نوع السوليوشن نفسه خلاص وقلنا ان دي عوامل الفاكتورز دي بتأثر على السوليباليتي طبعا بال يعني يا بتقلل يا بتزود فعندي كمان هنا ملحوظة كنا وقفنا عندها المرة الفاتت اللي هي عملية الشيكينج اي حاجة من اللي انا قلتها فوق في الفاكتورز دي استخدمت فيها عملت فيها تقليب الشيكينج هيديني نفس الافكت بالضبط على هنا بقى انا عندي اه المرة دي في الجزء بتاعي الجديد انا هنا عايزة وده نخلي بالنا في الامتحان قوي لان بيجي السؤال ده كتير جدا اخلي بالي هو اللي مطلوب مني ايه يعني طالب مني اللي هي يبقى انا هنا في الجزء بتاعي ده اللي انا هو طبعا مشابه جدا لنفس الجزء اللي فات ولكن انا هنا بتكلم عن السبيد بتاعت السوليباليتي بروسوس ازاي اصرر من عملية السوليباليتي بروسوس فالسبيد ولو تلاحظوا معي الفاكتورز اللي معينا المرة دي هي بالضبط شبه جدا الفاكتورز اللي تكلمنا عنها المرة اللي فاتت عايزةكم بس يعني تحاولوا تفهموا معي ان هنا انا بتكلم عن س poolس ازافن اف سوليباليتي بروسوس Jagd cd ك отнош ايه اللي هي بتاعت السوليبيليتي بروسوس سرعة الزوابان بتاعتك بيزيد باتكلم هنا عن نقطة محددة زيادة الله السوليبيليتي سرعة السوليبيليتي بروسوس خلاص طيب اول فاكتور معي بيزود السوليبيليتي بروسوس هو الهيتنج يعني ايه الما بزود زي ما احنا تكلمنا المرة اللي فاتت بتزود من خلاص طيب تاني حاجة تاني فاكتور معي هو التقليب هو بيزود برضو كل ما انا هزود هتعمل ايه تالت حاجة ان انا ازود كمية بالتالي عملية هتبقى اسرع واسهل كل ما هزود كل ما هتزيد رابع حاجة اقل الكمية بتاعتي مش معقولة هكون بادوب كمية كبيرة جدا يعني مش هينفع ان هي تدوب بسرعة فكل ما عندي كمية كبيرة من السوليوت عايزة ادوبها باستخدمت كميات صغيرة مرة في مرة في مرة لازم اقل الامونت اوف سوليوت عشان السوليبيرتي سبيد بتاعتي تزيد خامس بوينت معي هي الجرايندينج سوليد ماتيريالز وطبعا دي معناها ايه معناها ان انا لما يكون عندي سوليد ماتيريالز بحاول ادوبها بعملها بعمل لها سوليبيرتي باطحنها كل ما بتاعت السوليد ماتيريالز بتاعتي تبقى صغيرة كل ما بتاعت السوليبيرتي تزيد والعكس صحيح كل ما بتاعت السوليد ماتيريالز تبقى كبيرة كل ما يبقى في صعوبة في ان انا ادوبها يعني ببساطة شديدة انا عندي سكر اموت اوف شجر بدوبها في واتر كل ما كانت بتاعت الشجر كبيرة كل ما يبقى في صعوبة في دوابانها وكل ما تكون مطحونة بتاعتها صغيرة جدا بتبقى سهلة جدا في يبقى لما تكوني هتعملي اه او هتكون هتعمل سوليوشن جواه لازم نعمل للايه للسوليد ماتيريالز دي يبقى انا عندي اه فايف فاكتورز طبعا عمره ما بيسألني عليهم كلهم مرة واحدة بيجيني مسلا في تلاتة سبيس يسألني عن تلاتة فاكتورز من دول او اتنين اه ويسألني يقول لي اه هي الفاكتورز اللي بتزيد من السوليباليتي سبيد فهمة فايف فاكتورز هيتنج ستيرنج انكريز زعاماونت اوف سولفن ديكريز زعاماونت اوف سوليوت وغريندين ماتيريالز طيب حاجة كمان عايز اقولها لكم ان بالضبط الجملة بتاعت الفاكتورز اللي هي بتانكريز سوليباليتي سبيد نفس السؤال لما يقول لي هي الفاكتورز اللي بتديكريز زا تايم اوف سوليباليتي خلاص ممكن ناخد بالنا كويس قوي من النقطة دي نفس الجملتين بيساوي بعد بتساوي ديكريز زا تايم اوف سوليباليتي طيب ما هو انا عايزة ازود السوليباليتي سرعة الزوابان هي هي بالضبط نفس جملة عايزة اقل الوقت الزوابان عشان ما نتلغبطش يا جماعة الجملتين بالضبط بعض اه انكريز زا تايم اوف سوليباليتي نفس الفاكتورز دول باردو هما بيقللوا الى هما الهيتينج ستيرينج انكريزنج زا امونت اوف سوليباليتي حاجة دي ديكريز زا تايم اوف اه سوليباليتي خلاص عشان دي باردو بتيجي الشكلين من السؤال دول بيجوا في الامتحان يا يسألني يا يقول لي فاكتورز انكريز زا تايم اوف سوليباليتي نكون عارفين انهما حاجة عندي سؤال جيف ريزون بيقول لي السوليباليتي ديبينز اون زا امونت اوف سولفينت اند سوليوت ليه السوليباليتي بروسس بتعتمد على الامونت اوف سولفينت اوف اند سوليوت زي ما احنا شرحنا قبل كده ليه بقى علشان الجملة بتاعتنا اللي احنا حفظناها سوا مع بعض اكتر من مرة باي انكريزنج زا امونت اوف سولفينت زا سوليباليتي انكريز اند وايس فيرسا والعكس صحيح كلما زود الكمية السولفينت تبقى كبيرة كلما السوليباليتي بروسس تزيد كلما هقل الكمية السوليوت كلما السوليباليتي بروسس تزيد اسرع الكوستشان التانية عندي في الجيف ريزون ليه لما بدوب الشجر في مية سخنة معمول لها هيتنج ودافية بيبقى السوليباليتي بتاعتي اسرع بكتير من المية البردة واحنا اتكلمنا عن الفاكتور ده قبل كده اللي هو الفاكتور بتاع الهيتنج يبقى ليه بيحصل كده علشان ناخد مع بعض الاجابة طبعا الفاكتور ده نمبر تو معينا في الفاكتور اللي هو التمبريتشر اننا لما بزود التمبريتشر على السوليوشن بتاعي بيحصل ان السوليبالي بروسس بتبقى مور سبيد بتبقى اسرع خلاص يبقى ليه لما بدوب في مية سخنة السوليباليتي بتحصل اسهل واسرع من الكولد ووتر كده احنا الحمد لله خلصنا درس السوليوشن مع بعض وخلصنا اللي كانت فيها والسوليوشن ان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي اشوفكم على خير بازن الله